السؤال الثاني هذا المصطلح تارة يستعمل استعمالا عرفيا إعلاميا سياسيا إذا كان بهذا العنوان لا إشكال في ذلك أن يطلق على أي شخص مثلما يطلق في الدوائر أو المؤسسات الحكومية حينما يموت موظف وقت العمل فيطلقون عليه لفظ الشهيد من أنه مات في وقت عمله أو أثناء أداء معمورية أمرته الحكومة أو المسؤول بأدائها فإذا ما مات حتى لو مات الموت الذي نعرفه بأن قبضت روحه كما يقال مات حتف عنفه فإنه في الأعراف يقولون من أن فلانا صار شهيدا لأنه مات وقت العمل هذه إطلاقات عرفية يمكن أن تكون في الجو الإعلامي في الجو السياسي يمكن أن تكون سببا للإعلان للدعاية للشهرة لتحقيق بعض المصالح إذا كان هذا في الجو العرفي بعيدا عن المصطلح الشرعي الناس أحرار فيما تستعمل من الألفاظ والمصطلحات والعبارات أما إذا كان الحديث عن الوصف الشرعي الفقهي فإن الشهيد بحسب الوصف الفتوائي هو الذي يقتل في ساحة المعركة ويموت في ساحة المعركة في ساحة القتال لا أن يجرح وبعد ذلك يموت في المستشفى حينما يجرح في ساحة المعركة وينقل مثلا إلى الخطوط الخلفية في المعركة ويبقى لساعات أو ليوم ثم يموت لا يقال له شهيد بحسب الوصف الفقهي وشرعي الشهيد بحسب الوصف الفقهي والشرعي هو الذي يقتل في ساحة المعركة ويموت هناك يخرج من الحياة يخرج من الحياة في ساحة المعركة لا أن ينقل جريحا يداوى يبقى مدة يمرض مدة قليلة قصيرة طويلة لكنه لم يقتل في ساحة المعركة لا يطلق عليه هذا اللفظ من الجهة الشرعية من الجهة الفتوائية يمكن أن يكون تحت عنوان آخر يقال له شهيد لأنه معدود في الشهداء بحسب قوانين الآخرة ذلك شيء آخر ذلك شيء آخر يمكن لهذا الإنسان الذي جرح في المعركة مات بسبب ذلك الجرح في المستشفى أو في أي مكان آخر ويقال له شهيد بهذا اللحظ بلحظ أن له أجر الشهيد هذا شيء آخر لكن المصطلح الشرعي والفتوائي يطلق فقط على الذي يقتل في ساحة المعركة هذا هو الذي تترتب عليه الأحكام الفتوائية من قبيل عدم التغسيل من قبيل عدم التكفين والتفاصيل الشرعية الأخرى هو هذا الذي يقال له الشهيد لكن نحن عندنا في الروايات هناك من الأشخاص من يقال له شهيد من مات على حب آل محمد مات شهيد يمكن أن يقال له شهيد ولكن بلحظ هذا المعنى لا باللحظ الفتوائي الشرعي مع ملاحظتي أن القرآن لم يستعمل كلمة شهيد في الذين يقتلون في المعارك هناك آية واحدة وعليها خلاف القرآن استعمل كلمة شهيد في معنى الشهادة على الأمة في معنى الشهادة على الناس في معنى الشهادة على المجتمع ولم يستعمل كلمة شهيد في الذين يقتلون في المعارك لا توجد آية عندنا تصف الذين يقتلون في المعارك بأنه شهداء وإنما جاء هذا الوصف في الروايات والأحادي والأحادي أكتفي بهذا القدر أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين أحادي أحادي أحادي